سؤال حول العمل في المصارف التقليدية سؤال طويل خلاصته جاءتني وظيفة لأعمل في مصر ربوي تجاري تقليدي هل يجوز لي ذلك أم لا؟ الجواب عن هذا إذا كان العمل في المؤسسات الربوية التقليدية لا علاقة له بالإئتمان إنما كان في مجال خدمات مصرفية أخرى فهذا من مواضع النظر ويرجى أن يكون في موضع الرخصة عند عموم البلوى ومسيس الحاجة وانتشار البطالة وندرة البدائر الشرعية المناسبة والصحيحة لماذا؟ لأنه لا يتضمن إعانة مباشرة على الإثم والعدوان لمجمع فقائي الشريعة قرار الأصل في العمل في المصارف الربوية التي أنه غير مشروع للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله هم سواء ما اعتبار الضرورات التي ينبغي أن تقدر بقدرها وأن يسعى في إزالتها وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال بالحرام بشرط أن لا يباشر بنفسه فعلا محرم وأن يبزل الجهد في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات ثم أردف قرار المجمع فقال والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمواشاة الرباء كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك